موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوية مظاهرة نسائية حاشدة في مأربة تندد بالصمت الدولي تجاه استمرار حرب الإبادة الصهيونية بحق سكان ثقاع غزة تعثر مشروع مياع عزلة الحقل في جبل حبشي بتعز يضاعف من معاناة سكان المنطقة موسيقى أستهل النشرة باسم الله الرحمن الرحيم شهدت مدينة مأرب اليوم الخميس مظاهرة حاشدة نسائية جابت عددا من شوارع المدينة وعبرت المشاركات في المسيرة عن تضامنهن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وما يتعرض له من إبادة جماعية على مرأة ومسمع العالم ورددت المشاركات في المسيرة هتافات تطالب بالحرية والتحرير لفلسطين وحيت أبطال المقاومة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن مقدسات الأمة كما أشادت المتظاهرات بصمود المقاومة الفلسطينية رغم تواضع إمكانياتها العسكرية أمام آلة الإرهاب الصهيونية المدعومة من عدد من الدول الغربية وندد بيان صادر عن المسيرة باستمرار حرب الإبادة بحق سكان غزة وتدمير ما تبقى من البنية التحتية وفي مقدمتها المستشفيات والمدارس وسط صمت دولي مخزن إن التصعيد الوحشي الذي يجري في شمال غزة منذ قرابة عشرين يوما ما هو إلا تطوير لعملية الإبادة الجماعية والتطوير العرقي الممتد منذ أكثر من عام كما أن تدمير الكلية للمنازل والأحياء السكنية والشوارع والطرقات والبنى التحتية وما تبقى من المستشفيات والمدارس والمساجد وبقية القطاعات الحيوية كل ذلك يأتي ضمن خطة التهجير الاحتلالية المدعومة من الآذارة الأمريكية وعدد من الدول الغربية والتي تعد أكبر وأخطار مخططاً لإحتلالهم في هذا القد أدانت الجمهورية اليمنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء ستاش بالعاصمة التركية أنقرة أكدت وزارة الخارجية في بيان رفض اليمن القاطع لجميع الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها التي تستهدف أمن واستقرار تركيا وتهدد سلامة مواطنيها أعربت الوزارة عن تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع جمهورية تركيا الشقيقة حكومة وشعباً في مواجهة التحديات الإرهابية ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه أينما وجد أحبطت وحدات القوات المسلحة المرابطة في محور البرح مسأمس هجوماً لميليشيا الإرهاب الحوثي المدعومة من النظام الإيراني غربي تعيس وقال الإعلام العسكري إن وحدات الجيش في خطوط التماس ردت على هجوم ميليشيا الحوثي بالأسلحة المتوسطة والرشاشة وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية وأخمدت مصادر نيرانها أشار الإعلام العسكري لأن مدفعية الجيش ضاعفت خسائر الميليشيا بضربات مركزة على مواقع استخدمتها في محاولتها لاستهداف مواقع عسكرية للقوات المشتركة ويعد هذا الهجوم الحوثي هو الثاني الذي تصدت له وحدات الجيش خلال ساعات وذلك حسب ما ذكرته وكالة السبأ نقلا عن الإعلام العسكري جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليم التأكيد على أهمية الاعتماد على الحكومة الشرعية كشريك موثوق لضمان حرية الملاحة الدولية ومكافحة التطرف والإرهاب والقرصنة وأكد على أهمية التزام المجتمع الدولي بآلية التفتيش الأممية وقرار حظر الأسلحة المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها جاء ذلك في لقاءات منفصلة في العاصمة المؤقتة عدن مع سفراء كل من كندا وإسبانيا وزامبيا والبسنة والهرسك لدى اليمن عقب تسلمه أوراق اعتماده وأعرب العليم عن تطلعه إلى دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة وخطط الاستجابة الإنسانية وأكد العليم تمسك مجلس القيادة والحكومة بنهج السلام الشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية والمواطنة المتساوية وتعزيز قدرات الحكومة في بناء الاقتصاد وتقديم الخدمات وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني لم يتركوا شيئا لليمنيين ففضلا عن قطع المرتبات تقطعت ميليشيا الحوث الإرهابية للمساعدات الدولية ونهبت قمح الفقراء وتمويلات المانحين وتسعة مليارات دولار بلا رحمة نتابع جمدت ميليشيا الحوثي مؤخرا مجلس إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لنهب المساعدات الإغاثية الذي فاحت روائح فساده وأزكمت مناخير العالم وعبر سكم شلكيان الحوثي السلالي المستحدث في الحرب للانقضاض على برامج الدعم الإغاثي الدولي قالت مبادرة استعادة إن الميليشيا نهبت تسعة مليارات دولار منذ 2015 وفرضت الميليشيا على منظمات الإغاثة الدولية إيصال شحنات المساعدات عبر ميناء الحديدة بدلا من ميناء عدن للتمكن من نهب كميات وبيعها في الأسواق السوداء كما فرضت الميليشيا على المنظمات الإغاثية التعامل مع شركات صرافة أنشأها الحوثيون في سنوات الحرب ومنعتهم من التعامل مع البنوك الرئيسية المعتمدة قانونيا وقبل هذا وذاك اشترط الحوثيون مبكرا على منظمات الإغاثة الرضوخ لولايتها الإدارية المطلقة في تسيير أنشطة المنظمات داخل اليمن مقابل منحها تصريحات العمل في مناطق سيطرتها وسيارة الميليشيا نصيب الأسد من المساعدات الإغاثية لتموين مقاتليها وأسر عناصرها العائليين الأمر الذي ضاعف بخط عكسي مطرود من معدلات المجاعة كلما زاد حجم التمويلات الدولية للمساعدات الإغاثية في اليمن وبنفس الوتيرة أطال أمد الحرب كلما كثفت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميون من جهود السلام في اليمن وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزارة الصحة العامة وسكان بمعالجة منتسب المؤسسة الأمنية الذين يصابون أثناء أداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة وتوفير العناية اللازمة لهم جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس مع قيادة وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرطة في المحافظات المحررة لمناقشة الوضع الأمني وسبل ارتقاء بعامل الأجهزة الأمنية وبما يسهم في الحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار أكد الاجتماع على تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وتطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة ومكافحة التهريب ومساعدة الجهات المعنية لتنفيذ المهام الرامية إلى ضبط الجرائم الاقتصادية وتهريب العمولات الأجنبية قالت شرطة محافظة المهرة إن الوحدات الأمنية ضبطت ثمانية متهمين بتهم تهريب البشر والمبنوعات يحملون الجنسية الأثيوبية أوضحت الشرطة أنه تم ضبط المتهمين في أحد الخطوط العامة بالمحافظة وأشارت الشرطة إلى أنه ألقي القبض على المتهمين الثمانية وبحوزتهم أدوات يستخدمونها في عملية قص الشبك الحديدي الفاصل بين اليمن وسلطنة عمان لإدخال المهربات من الممنوعات والبشر أدانت رابطة أمهات المختطفين الجرائم التي ترتكبها ميليشي الحوث الإرهابية بحق المختطفين والتي وصلت حد القتل تحت التعذيب وأعربت عن استنكارها للموقف الدولي المتخاذ لإزاء تلك الجرائم جاء ذلك في بيان للرابطة تعليقا على استشهاد الخبير التربوي محمد خماش في سجن الأمن والمخابرات التابع لميليشي الحوث الإرهابية وقالت الرابطة إنها تدين الممارسات الإجرامية بحق المختطفين في سجون ميليشي الحوث والتي كان آخرها وفاة التربوي محمد خماش تحت التعذيب بعد اختطافه لنحو ثلاثة أشهر وأبدت رابطة الأمهات قلقها من وضع المختطفين داخل السجون التي لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة أو رادع قانوني أكد مشايخ المخى وعقالها في اجتماع شمال المديرية على ضرورة ردع تصرفات المدعون زار الوجيه وقواته بعد حادثة الجريمة التي حصلت على شيخ المنطقة عبد السلام أحمد زيدي بعد إصابته واختطافه من مزرعته وترويع أهله بالرصاص الحي وطلب المحتج هنا في بيان مجلس القيادة الرئاسي القيام بواجبه تجاه الجريمة التي هزت المجتمع في المديرية بشكل عام وأبناء عزرة الزهار بشكل خاص وشدد البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية على ضرورة محاسبة المتورطين وعلى رأسهم نزار الوجيه وقواته التي تتمركز ضمن ألوية العمالقة في الساحل وتقوم بأعمال تخريبية تخدم العدو الحوثي بوجه خاص وهدد المحتجون بالتصعيد ما لم يتم الإفراج عن الشيخ عبد السلام ويعود إلى منزله بسم الله الرحمن الرحيم في يوم الأربعاء الموافق 23-10-2024 ميلادية لقد تم الاجتماع الموسع بين مشايخ وعقال وشخصيات اجتماعية من أبناء عزرة الزهار والمخاء وذلك تدين وتستنكر ما قام به النزار الوجيه قائد الفرقة الرابعة عمالقة وذلك ما قام به من عمل إجرامي في منطقة حسي سالم وذلك يوم الاثنين بطاريخ 21-10-2024 ميلادية والتهقم على مزرعة عبد الملك أحمد الزيدي وثم اختطاف الأخ عبد السلام أحمد الزيدي بعد إطلاق النار عليه ولا ندري إلى الآن أين مصيره أهو حي أو ميت ومن الاجتماع والتناقش في قضية اختطاف عبد السلام أحمد الزيدي خرج المجتمعون بالآتي أولا ندين ونستنكر ما قام به المدعو نزار الوجيه من اختطاف المواطن عبد السلام أحمد الزيدي وذلك العمل تنافي مع الأخلاق والقيم والشرائع الإسلامية أثنين نناشد العميد طارق رئيس المكتب السياسي نائب رئيس المجلس الرئاسي ثلاثة كما نناشد الأخ أبو زرع المحرمي قائد قوات العمالكة نائب رئيس المجلس الرئاسي أربعان وطالب بالإفراج الفوري والعاقل على المختطف عبد السلام أحمد الزيدي والتسليمه إلى القهى المختصة الشرعية والقانونية صادر عن مواطنين وأعيان ومشايخ ووقهاء أبناء مديرية الترمخة وعزرة الزهاري وعزرة الجمعة وأعضاء المجلس المحلي لمديرية الترمخة وكل باسمه وصفته ضمن فعاليات الاحتفاء بالأعياد الوطنية نظمت جامعة تعز ندوة فكرية حول ثورتي السادس والعشر من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي ندوة فكرية حول دور ثورتي سبتمبر وأكتوبر في إحياء الموروث الثقافي والحضاري اليمني والتي نظمها مركز التراث والثقافة بجامعة تعز بالتنسيق مع كلية الآداب وذلك ضمن فعاليات المركز حول مخاطر الحركة الحوثية الإرهابية على الموروث الثقافي والحضاري والهوية اليمنية اليوم ندشين مركز التراث والثقافة بجامعة تعز وهذا المركز ندشينه بندوة فكرية بعنوان دور الثورات اليمنية في إحياء الموروث الثقافي والحضاري اليمني هذه الندوة تأتي في تزامنا مع احتفال السعبين اليمني العظيم بعيال الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ونحن بحاجة مساء إلى مركز التراث والثقافة لمحاولة إحياء ثراثنا وتنشيطه وتوظيفه في التنمية المستدامة المجتمع فضلا على أن ثراثنا اليوم وموروثنا الثقافي والحضاري يتعرض لهجوم من قبل ميليشيا الانقلاب الهوثية التي تحاول أن تغيب ثراث اليمن وتاريخه وحضارته واستبداله بهوية جديدة تناولت الندوة ثلاث أوراق الأولى حول الموروث الثقافي الحضاري في وعي الثوار اليمنيين كما تناولت الورقة الثانية عن دور الثورات اليمنية في الحفاظ على الموروث الثقافي والهوية الوطنية بينما تناولت الورقة الثالثة عن مخاطير الحركة الحوثية على الموروث الثقافي والحضاري اليمني الهوية الوطنية في اليمن حصل لها نوع من الاختراق حصل لها نوع من التهميش حصل لها نوع من الانجراف بسبب محاولة عودة الأئمة السلالة التي دمرت حاضر الليمنيين عبر هذا الجانب لعبت دور في الحرب النفسية لعبت دور في التغطية على أساس الوضع الاقتصادي الذي كان يعاني من الليمنيين فبالتالي دمرت الجانب الهوية القومية وتأتي أهمية إقامة هذه الندوات الفكرية التي تركز على مخاطر الحركة الحوثية الإرهابية على المغروث الثقافي والحضاري اليمني ومحاولات تلك الإصابة الكهنوتية طمس الهوية الوطنية اليمنية أحمد مكيبر قناة سهيد تأس يعد مشروع مياه عزلة الحقل في جبل حبشي بتعز من المشاريع المتعثر التي ضاعفت من معاناة السكان ونشد أهالي المنطقة الجهات الحكومية والإغاثية إلى التدخل لإعادة تشغيل هذا المشروع ورفع معاناة السكان مشروع عزلة الحقل في مديرية جبل حبشي مشروع متعثر منذ سنوات مثل بقية المشاريع الخدمية الأخرى التي غابت عن منطقة يقول الأهالي أنه حتى اليوم لا توجد مبادرة في تشغيله لا من الجهة الحكومية ولا حتى من جهات دائمة وعلى الحميري ومحثا عن مياه الأبار والأمطار يسعى أبناء هذه العزلة المكونة من 14 قرية في تأمين الماء الذي أصبح حلمهم الشاغر في الحصول عليه معانتنا على المياه هذه البير نستفيد منها أثناء الصيف فقط لا غير أما باع الشتاء فهي تنزف ولا يوجد فيها أثر الماء في فصل الشتاء ونذهب بفصل الشتاء إلى قلب المياه من مناطق بعيدة مسافة على الأقدام وعلى الحمير وفي مشروع متعثر لا يطلع فيه الماء يعني ما قد لو كان حماري ثلاثين سنة واقف على الوقفة نجتي يعني نطالب من الدولة ومن المنظمات ومن جميع المسؤولين ومن جميع المهتمين أن يغيثوا هذه القرية يعني من الماء حيث وإن الماء هذا مع البلاد لم يكفي نهائيا لا مشروع مياه تستفيد منه عزرة الحقل وما كان موجودا لم يتم تشغيله ولا النظر إليه وهو ما يعني استمرار المعاناة الإنسانية في ظل مناشدات بضرورة تشغيل المشروع المتعثر أحمد موكيبر قناة سهيل تعيس نشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها مظاهرة نسائية حاشدة في مأربة تنديدا بالصمت الدولي تجاه استمرار حرب الإبادة الصيونية بحق سكان خطاع بزا تعثر مشروع مياه حزلة الحقل في جبل حبش بتعس يضاعف من معاناة سكان المنطقة للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نتو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس واليوتيوب والتليجرام وعلى قناة سهيل في الواتساب في أمان الله اشتركوا في القناة